يعطيكم العافية جميعا معكم هديل من قناة مزيديو نكملين معكم بشرح اول شابتر من مادة علم الدم اللي هو بيس كهيمتولوجي وصلنا لعند السلايد اللي امامنا اللي هو البيس كهيمتولوجي حاطين لنا شكلين اول شكل للربيسيز تحت المجهر الالكتروني الكترون مايكروغراف كاتبين وثاني صورة عن الاربيسيز ولكن تحت اللايت مايكروسكوب بعد ما عاملين صباغة لبلود وشايفينها تحت اللايت مايكروسكوب اذا منلاحظ بهاي الصورة واضح عنا الجزء الفاتي اللي حكينا عنه بالمحاضرات الساوقة اللي هو سنترال بالور تمام او هما كاتبين كانوا بس بالور اللي هي حكينا الجزء الفاتي الموجود في الاربيسيز يعني مو ها الاهمية الكبيرة طيب نيجي للسلايد اللي بعده الشكل اللي امامنا عن تركيبة الهيموغلوبين حكينا انه الهيموغلوبين حكينا هو عبارة عن اه بروتين والبروتين نعرف انه هو مكون من امين واسد طيب اللي هم اشي لازم نعرفه بهذا الشكل انه نحنا عنا الهيموغلوبين مكون من اربعة تين من اربعة سلاسل اثنين الفة واثنين بيتا طبعا اه هاي المعلومة رح تكرر معكم باكثر من اه مادة يعني مو بس ممادة عن المده مو مهمة اهم شي نعرف انه الهيموغلوبين للانسان بتكون من اه اربع سلاسل ثنتين الفة واثنتين بيتا طبعا انه حاطينا انه في ادرة الايرون والهيموغلوب وهكذا بس انه الهم معلومة انه في عنا اربعة تين اما منكمل السلايد اللي بعده هون حاطينا الهيموغلوبين اللي داخل الاربيسيز بيكون اعبارة يعني الو شكلين تمام او خينا نحكي حالتين اول حالة بنا نركز على الكلمات اللي رح احكيها ولازم نكتبها اول حالة اللي هي اللي المكتوبة تحت الشكل يعني هاد شكل الهيموغلوبين بحالة الراحة تمام طيب احنا شو بنا نكتب بنا نكتب هاي المعلومة انه بيكون ريلاكس بند استركتر 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 امتا لما يكون عنده هاي افينيتي لل اوتو يعني عنده قدرة جذب انه قادر انه يعمل جذب للأكسجين بشكل كبير تمام اذا ريلاكس بند استركتر هاي افينيتي لل اوتو طيب هاد الشكل الهيموغلوبين احنا وين منلاقيه منلاقيه عند اللنغ عند الريئتين يعني الهيموغلوبين عند اللنغ بيكون هيك اذا منلاحظ على الشق منشوفوا كيف هيك مفتوح لانه عنده قدرة لا جذب الأكسجين بشكل كبير طيب بهاي الحالة نحنا شو منسمي الهيموغلوبين منسميه اكسي هيموغلوبين يعني هيموغلوبين مشبع بالأكسجين تمام فهاي الاربع معلومات لازم نكون عارفينها معلش انا برجع بكرر احسن لتثبيت المعلومة عفوا بنكمل اه فالاربع معلومات اللي احنا لازم نكون عارفينها انه الهيموغلوبين لما يكون ريلاكس بندنج استركتر اللي هو هاي افينيتي لل اوتو اذا اول شي ريلاكس ثاني شي هاي افينيتي لل اوتو ثالث شي اللي هو موجود هاد الشكل وين باللنج منلاقيه بالرئتين ومنطلق عليه مسمى الاكسي هيموغلوبين تمام تمام الشكل الثاني تايت بندنج استركتر يعني خير نحكي الهيموغلوبين الموغلق تمام هاد الهيموغلوبين الموغلق وين منلاقيه منلاقيه عند التشو او السل طيب شو بيكون لو افينيتي لل اوتو لانه هو اصلا رح يجي محمل من التشو من الانسجة او من الخلايا محمل بالسي اوتو تمام فما رح يكون عنده قوة جذب لا الاوتو كثير للمشان هيك منشوف احنا الشق كيف منغلق الموجود بالهيموغلوبين فبهاي الحالة احنا شو منسمي الهيموغلوبين ديوكسي هيموغلوبين فانحنا لازم نعرف شو هو مسمى طبعا الهيموغلوبين الحالة تاعتو اللي هي الريلاكس ولا تايت والافينيتي لل اوتو هل هي هاي يعني عالية او لو وهذا الشكل احنا وين منشوفه هل ترى عند اللنج ولا عند التيشو او السل بتمنى هاي المعلومات تكتبوها لانها كثير مهمة طيب الاكسي هيموغلوبين ممكن انه يتحول ل ديوكسي هيموغلوبين يعني الريلاكسد ممكن يتحول الى تايت طب شو هي العوامل اللي بتخليه يتحول الريلاكسد من الريلاكسد الى تايت شو هي العوامل اول عامل اللي هم حاطينه هيك بكتاب صغيرة بين الشكلين يعني لما تزيد الاسيديتي بتحول من الريلاكسد لتايت تمام هاي اول عامل ثاني عامل اللي هو يعني هاد مركب كيميائي ما بنا نخده بطبق فاصل يعني ما بهمنا اصلا بس لما يزيد هاد المركب الكيميائي معناته بتحول من الهيموغلوبين من الريلاكسد لتايت كمان في عامل اللي هو فيلنج بالبي او تو وكمان في ننظيف عامل اللي نحن من عنا انه وجود سي او تو لما يكون عنا زي لما اللي بيصير عند الخلايا او اللي عند التشو لما تروح الهيموغلوبين اللي عند الخلايا والتيشو رح يكون في عندنا كثير سي او تو فرح يتحول الهيموغلوبين من شكل دي لاكسد لتايت تمام طب يا هل ترى ممكن يتحول الهيموغلوبين من الشكل التايت لريلاكس ممكن اه طبعا في عامل واحد بس اللي هو انكريز بالبي او تو او بالسي او تمام يعني هاي الحالة هاي العوامل اللي بتتحكم انه هل ترى كيف بتحول الشكل الهيموغلوبين من الريلاكسد لتايت او العكس تمام هون في معلومتين بس انه وانا احنا ذكرناها اصلا سابقا بس لازم نعرف انه رحلتها او مدة حياتها هي 120 يوم ثاني معلومة انه بحكينا انه الريد بلتسل هي بفليكسابل بايكون كيف ديسك انه هي خرص مقعر الوجهين مرينة عندها قدرة لحتى تولد طبعا احنا بنعرف هاي المعلومة لازم يكون عارفين ها مليون بالمليون انه الاربيسيز ما فيها نوع صح وهي تفقنا عليها حكينا انيو كرييتد صح وكمان ما فيها مايتو كندريا بصير فيها اصلا تنفس لا هوائي يعني احنا كنا ما بعرف اذا ما رق معنا سابقا بمواد ثانية طبعا مو مادة علم الدم انه الاربيسي الريد بلتسل عملية التنفس بتصير فيها ان ايروبك ريس بايريشن يعني فورا بايروفيت يعني هاي معلومات حيوية بايروفيت بتحول الالاكتك اسد وبيعطي اي تي بي يعني عملية حصول على الاتي بي كثير سريعة تمام تمام احنا حكينا اول شيء عن البلازمة بعدين حكينا عن ريد بلتسل نحن نحكي عن البلد بلتلت او ثرومبوسايت سواء حكيت بلتلت او ثرومبوسايت هي نفس الشيء تمام بحكينا انه هي تقريبا حجبها من 2 ل 4 مايكرو نحن حكينا ريد بلتسل كم؟ من 6 ل 8 اذا ايضا بتتذكروا من 6 ل 8 مايكرو متر اما هون من 2 ل 4 يعني اصغر منها بحكينا انه هي راوند او يعني مدورة خير نحكي كمان يعني ما فيها نوا معناة ريد بلتسل ما فيها نوا وهاي ما فيها نوا خلينا مركزين هاي المعلومات وهاي المعلومة كثيرين كمان مهمة يعني بحكينا انه هي عبارة عن خلينا نحكي قطع من السايتو بلازمة اللي بتطلع من هاي الخلايا اللي اسمها الميكا كاريوسايت تمام ميكا كاريوسايت هاي لقدام في عنا شكل راح نعرف شو هي هاي بالضبط كمان محببة شي بسيط يعني انها محببة قليلة مو كثير تمام شو الفونكشن لبلتلت شو هي وظيفة لبلتلت نعرف انه هي بتخثر بتدخل البنجال بتخثر الدم تمام هي بتحافظ بتحافظ على الاوعية الدموية كيف انها بتعمله هي ربير اصلاح بتصلح البيزل وال ربير يعني انها بتعمل اصلاح لجدران الهاي الاوعية تمام كمان بلتلت رابدلي ادهير يعني فورا بتلتصق بسرعة بتلتصق مع السطح للجدران الاوعية الدموية الدمج يعني المتضررة فورا بتلتصق بجدران الاوعية الدموية المتضررة بتشكلنا اجريغيت تجمع مع شو مع البلتلت المجاور الها تمام يعني بتتجمع البلتلت مع البلتلت اللي جنبها مشان بتشكلنا بلق يعني بتسكر البيزل وهيك بتحمي الاوعية الدموية او جدران الاوعية الدموية خير نحكي بشكل يعني ادق اه كمان بتفرز النا اكتيفيتور سيكريت اكتيفيتور وبروتينات وسمول موليكلز هرمون يعني هرمونات اه مركبات صغيرة شو نسميها سيروتونين تمام السيروتونين هاي شو هاي سيروتونين بتعمل انقباض ل البلتلت للأوعية الدموية بتعمل لها انقباض فهذا الشي بخليها انه صير في خذرة تمام يعني سواء كنا حكينا انه اه ثرومبوسيز او غلوت او غلوت وفيك لما كمان رح تمرق معنا هسا اه ثلاثة نفس الشي معناها انه تخثر فبتعمل تخثر معناته رح يصير bleeding will be stopped احيتوقف نزيف الدم تمام اه بحكينا انه هي الخلايا الاساسية ذات كنترول بال هيمو هيمو ستيسز خلينا ركز هيمو ستيسز يعني في عنا اي مو او الهومو ستيسز هذاك الاتزان اما هيمو ستيسز هاي معناتها التخثر فهي الخلايا الاساسية في عملية التخثر طبعا هاي اذا بحكي لكم على الاحرف هاي انه بتختلف من كلمة كلمة انتو تستغربوا انه عادي بس هي لا مش عادي تمام طيب حكينا انه هي الخلايا الاساسية في عملية التخثر طب شو هي يعني هون ديش رحونا شوي شو هي عملية هي هي سيريس يعني هي الاليات او سلسلة من الاليات اللي بتتبعها البلازمة او السليولار يعني على مستوى الخلايا تمام لحتى يصير في عنا قفل للجروح او اللي هي اصلاح جدران الاوعية يعني ما يصير في عنا عائق بتحافظ انه ما يصير في عائق لل يعني سياران الدم يعني مشها ما يكون في عائق يعني سواء حكينا أو ثرومبوس او هي نفس الترجمة هي يعني معناها التخثر تمام هاي الصور اللي امامنا عن شكلها وشكل ما بيهمنا كمان هاي تحت المجهر الالكتروني طيب حكينا عن ثلاث مكونات للبلد كاملين برابع مكون اللي هو الويت بلد سيل او منسميه ليوكوسايت هاي المسميات مهمة طيب الويت بلد سيل ليش انا بحكي مهمة لانه ممكن انه بالسؤال او اي شي ممكن ما يكتب لك ويت بلد سيل بس يكتبوا يوكوسايت فاحنا قرر دي لازم يكون عارفينها تمام الويت بلد سيل يعني هي المسؤولة عن جهاز الحماية في جسمنا هاي شي معروف هي اللي بتدافع عن جسمنا اصلا تمام الويت بلد سيل فايت انفكشن هي اللي بتقاط العدوى والالتهابات هي اللي بتحمينا جسمنا من الفرن بارتيكل من الجزيئات الغريبة اللي بتشمل الهارمفول جيرم جيرم يعني هي جاي من الجراثيم الضارة الهارمفول الضارة and البكتيريا والبكتيريا الويت بلد سيل are so named ليش اسمها ويت بلد سيل ليش ويت بلد سيل يعني لانها colorless ما في الهن تمام الويت بلد سيل كاونت يعني عدد الويت بلد سيل من 4500 ل 11500 طبعا هاي الاداد اه احنا لازم نكون عارفينها لانوات بلد سيل يعني مفروض نكون عارف هاي المعلومة من 4500 ل 11500 حتى كمان بمجال شغلنا بعدين يعني لازم نكون نعارفين هذا الرقم حافظينه على الاقلية نحنا ما رح نحفظ كل الارقام ولكن الاشياء الشائعة والاشياء اللي بتمر معنا كثير لازم نكون عارفينها تمام فبحكينا مور نوميراس دان وايت بلد سيل يعني هي ضعف يعني مقتر من خمسمية ل الف مرة تمام الوايت بلد سيل ار نيوكلياتد يا سلام احنا حكينا الرايت بلد سيل ما فيها نوا البليت لات ما فيها نوا اما الوايت بلد سيل لأ لها نوا وكمان لها اللي قدام رح نحكي طبعا من يبتي يجي الوايت بلد سيل كمان من البون مرو نيم تشك segundo من السلمpsilon فعن يستمثل يعني خلايا جذعية يعني هي الخلايا الأساس فينا نحكيها تمام من البون مرو اللي التحت بحكينا يعني إذا ماتت الوايت بلتسل دسترويد يعني تحطمت تمام رح يصير فيه إلها استبدال ربليس ويذ نيو وان يعني رح نستبدلها بواحدة ثانية تمام كمام دحكي شغلة الوايت بلتسل عمرها ما فينا نحكي يعني عمرها كم ليش لأنه حسب نوع فيه إلى أكثر من نوع فكل نوع له عمر محدد تمام شو هي أنواع الوايت بلتسل يعني ما بتشبهها يعني مختلفة على الوايت بلتسل أور البليتلت أو عن البليتلت ليش لأنه هاي الوايت بلتسل إلها خمسة تايف إلها خمس أنواع تمام ما منشوف نوع واحد كذلك الأمر أما الوايت بلتسل إلىها خمس أنواع هي بمثابة بحكينا إنه بدافع عن جسمنا تمام يعني كمان كل وظيفة أصلا كل نوع عفوا إله وظيفة معينة وإله هدف معين في نظام الحماية بجسمنا يعني كل نوع بدافع عن جسمنا بطريقة مختلفة تمام نحن بلش بأول نوع اللي هو نيوتروفيل نيوتروفيل كمان إله إسم ثاني اللي هو بوليمورفو نيوكليار نيوتروفيل وهذا اختصاره تمام إله إسمين نيوتروفيل آر فاقوسايت سيل يعني تعتبر من خلايا البلعمة تمام يعني هي جزء من الماكروفيج اللي حكينا عنها فهي من ضمن خلايا البلعمة الهدف الأساسي اللي هالمايجر بيربوس اللي ها أنه بتعمل انجولف شو يعني تبتلع بتبتلع وبتحطم المايكروورغنيزم اللي هي الكائنات الحية الدقيقة أند الفوري الماتيريال اللي هي الجزئيات الغريبة تمام كيف تبتلعها بلع تمام وبتحطمها بحكينا أنه تيرم سيجمانت في عندنا مصطلح اللي هو سيجمانت نيوتروفيل شو يعني سيجمانت نيوتروفيل أو الشعع على شعائد هذا الاسم أنه فيه لها أكثر من نواة لأنه لها أكثر من نواة الوايت بلاتسيل مشان هيك لها مصطلح بيطلقوا عليها مصطلح سيجمانت نيوتروفيل هاي معلومة هيك تمام نيوتروفيل بيشكل من 40 ل 70 يعني عددها من 40 ل 70% من العدد الكلي للوايت بلاتسيل تمام يعني هي الأكثر موع أكثر يعني أكثر كمية موجودة من ضمن الوايت بلاتسيل تمام الزيادة بالنيوتروفيل شو منسميها؟ نيوتروفيلية هاي كمان بذكر أنه كانت تيجي بالأسئلة الزيادة بالنيوتروفيل منسميها نيوتروفيلية تمام طبعا هاي بس يكون عندنا زيادة بالنيوتروفيل بتكون دلالة لشو؟ دلالة إنه فيه إصابة بكتيرية تمام بكتيريال سينال بكتيريال انفكشن يعني فيه عندنا إصابة بكتيرية تمام هون بحكولنا إنه ممكن نلاقي كمان بس موجود قيح بالجروح أما الدكريز يعني إن القلة أو نقصان بالنيوتروفيل شو منسميه؟ نيوتروبينيا أوكي؟ كل نوع إلو اسم بالزيادة والنقصان فخلينا نكون عارفين زيادة نيوتروفيلية النقصان نيوتروبينيا تمام امكملين الباند شو يعني باند نيوتروفيل؟ المصطلح الباند هاي كمان مهمة هاي مهمة الباند يعني هي عبارة خليني أحكي لكم يا هيك هي عبارة عن نيوتروفيل لكن مو ناضجة تمام؟ أحيانا بصير على البونمرو في ضغط يعني بيكون فيه عندنا إصابة يعني إصابة والبونمرو مو ملحق يعطي نيوتروفيل ناضجة فهون بصير يطلع النخاء العظم بصير يطلع نيوتروفيل ولكن مو ناضجة هاي منسميها باند نيوتروفيل فهذا المصطلح خاص بالنيوتروفيل اوكي فبيحكينا إنه هي less differentiated يعني هي أقل تمايزا or less mature يعني أقل نضوجة تمام؟ طيب an increase in band لما يزيد عننا الباند ها تمام الحالة هاي اللي حكينا عنها also كمان هي بتدل على إصابة بكتيرية شو منسمي؟ منسمي هاي الحالة lift shift تمام؟ وخير نحكي shift to lift عادي يعني انسحة وخير نحكي للlift كمان هاي مهمة طبعا lift shift هاي ام تم نحكي يعني هاي الحالة شو لما يكون في عندنا باند شو يعني؟ يعني immature يعني غير ناضج immature نيوتروفيل تمام؟ نيوتروفيل غير ناضجة أما إذا إجانا مصطلح shift to write تمام؟ أو right shift هون معناها انه عنا ماتور نيوتروفيل كثير تمام؟ ثاني نوع رح نحكي عن يوزينوفيل يوزينوفيل كل واحدة لازم انتوا تكونوا عارفينها وحافظينها يعني حتى وقت شور لازم نكونوا عارفين لما نشوف النيوتروفيل عندنا عالي معناته بنحكي انه في عنده إصابة بكتيرية هاد المريض عنده إصابة بكتيرية طيب يوزينوفيل إذا كان رح نحكيها المعلومة بس خلينا نمشي بالترثيب اليوزينوفيل بيشكل من 2 لـ 40 نصبه بسيطة يعني من الـ y-toblatesel كله طيب إذا كان في عندنا يوزينوفيل يعني إذا ارتفع عندنا يوزينوفيل تمام عددها شو بنسميها الحالة يوزينوفيل شو بتدل انه في عندنا حساسية أو إصابة طفيلية باراسايتك انفكشن أو عندنا إليرجي يا سلام نوتروفيل يعني عندنا إصابة بكتيرية يوزينوفيل عندنا كثير عددها كثير عالي معناته يعني عندنا حساسية أو إصابة طفيلية يعني وعادة سبب الإصابة الطفيلية بيكون ديدان تمام بكفي لهون عشان ما يطور الفيديو وإن شاء الله بنكمل المرة الجاية بالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة